موسيقى عندنا بعد التبويب الآخر اللي ضمن أدوات الجدول وهو التبويب المهم جدا طبعا تبويب التخطيط هذا التبويب هو أغلب شغلنا راح يكون على هذا التبويب اللي بيعدة خيارات راح نبدي مثلا عندنا أول هنا التحديد يعني أنا أحدد خلية أو أحدد عامود أو أحدد صف أو أحدد جدول نحن أغلب هذه الأدوات ممكن نستخدمها أو نوصل لها عن طريق الموس الفارع إذا أحدد خلية هنقر داخل خلية ثلاث نقرات متتالية أو مجرد أني أضغط وأبقى أسحب إلى أني أعمر بهذا الشكل إذا أكثر من خلية حتى أحدد عامود فأني ممكن بهذا الشكل بالموس أضغط بالموس الأيسر وأسحب أو ممكن لو نلاحظ مجرد ما أوصل أعلى الجدول راح أشوف شكل السهم تحول إلى سهم أسود هذا عند من يصير الشكل سهم أسود مجرد ما أنقر نقرة واحدة يضلل لكل العامود أما بالنسبة لتحديد الصف فأيضا ممكن بالموس بهذا الشكل وممكن إذا جئت هنا راح يصير هذا الشكل المؤشر أقدر أحدد الصف تحديد الجدول أنه أنا ممكن بهذا الشكل يدويا إذا الجدول شبير ممكن أنا راح ألاحظ بأعلى يمين الجدول أكو أسهم مثل الزاعد متقاطعة مجرد ما أوقف عليه تحول شكل المؤشر إلى هذا الشكل إذا نقرت نقرة واحدة راح يتحدد كامل الجدول وهذه العلامة والأيقونة قد تكون على اليمين مثل هذا الشكل وقد تكون على اليسار إذا كان عندي أنا ضيف الجدول وتجاه اللغة باللغة الإنجليزية يعني مثلا بهذا الشكل أنا محول تجاه اللغة هاي المكان وراح أدري الجدول حتى بس اللاحظ راح نشوف شكل المؤشر صار بهاي الجهة معناته أنه الجدول صار من اليسار إلى اليمين وهنا من اليمين لليسار أرض خطوط الشبكة هي تخدمني إذا أنا خفيت الحدود هس إذا أردخ في حدود هذا الجدول أقول لها بلا حدود راح أشوف الجدول اختفى لأن أنا حدود الشبكة اللي هي بتخطيط ما نفعلها شوفوا مجرد ما أضغط عليها راح يظهر لي الحدود منقطة هي ما تظهر بالطباعة لكن هنا تخدمني كخطوط أرشادية فعادة إحنا نفعلها حسب استخدامك وحسب ما تحب خصائص هاي كل ما يخص الجدول نجيها بعد أن نكمل هاي الأدوات رسم جدول إحنا تتكلمنا عنه إذا أريد نرسم جدول ممكن أرسم هنا جدول مثل ما لاحظ طبعا هذا الشكل لأن إحنا آخر تنسق مختارية ظهر هذا الشكل ممكن أنا غير التصميم منها وأجي أرسم جدول بهذا الشكل هذا رسم الجدول الممحة أنه أنا تمحيلي حدود مثل ما لاحظ راح مجرد ما أضغط عليها فأضغط على الحدود بس أضغط عليها راح تم حذف أو مجموعة حدود ممكن أحذف بهذا الشكل الحذف هي تخص حذف خلايا قلنا المكونات الجدول يأما خلية أو عامود أو صف أو جدول بالكامل أنا مثلا ردت أحذف هذه الخلية فرح أقول لها حذف خلايا تظهر لي هذه القائمة بها خيارات إزاحة الخلايا إلى اليمين لو نلاحظ اختفت وإزاحة هذه الخلية إلى اليمين هذا أول خيار أو ممكن نقول لها حذف خلايا إزاحة الخلايا إلى الأعلى راح يحذفها ويصعد كلمة معاون بمكانه أو ممكن نقول لها حذف صف بأكمله راح ينمسح كل الصف أو أحذف عامود بأكمله هذا اختفى الصف أو ممكن أحذف عامود بالكامل راح ينحذف هذا العامود طبعا هاي الطريقة أنا ممكن ما أروح لهاي الأداة ممكن منها مجرد أنا أقف هنا أنقر بالموسي الأيمن رايت كليك راح تظهر لي هاي القائمة أيضا تظهر لي حذف خلايا تظهر نفس القائمة ممكن أقول لها حذف عامود يخفي للعامود الإدراج أيضا هذي موجودة هنا وموجودة بالرايت كليك الإدراج معناته أنا أريد أضيف أو مكتوب صفوف وأعمدة يعني أضيف صف أو عامود ومثل ما نلاحظ بالأيقون هنا إدراج لأعلى وإدراج لأسفل وإدراج يسار وإدراج يمين ونلاحظ بالشكل أنه مخلي يعني سهم للأعلى سهم لأسفل يسار ويمين ومخلي هاي حتى يدلين أن هاي صفوف يسويها بلون غامق صف يعني القصد أنه أنا الصف ممكن أدرج صفوف بالأعلى وبالأسفل أما الأعمدة فأدرج يمين ويسار ولو لاحظ أستهنى أنا موقف هنا رح أدرج صف إلى الأعلى رح ينضف لي صف فوق المدير وأسفل العنوان الوظيف ولو رح يضيف صف للأسفل رح أوقف على المدير رح يضيف لبين المدير والمعاون صف ممكن بالطريقة الثانية أنه أنا أوقف على الخلية وأضغط في الزر الموس الأيمن وأقول لإدراج أيضا رح تظهر لنفس القائمة إدراج أعمدة لليسار أعمدة لليمين وصفوف لأعلى وصفوف لأسفل فعادة نحن نشتغل بزر الموس الأيمن حتى ما دائما نتنقل بين التبويبات أما بين خص الدمج دمج الخلايا لو نلاحظ دمج الخلايا الآن غير مفعل ليش؟ لأن الآن الدمج الخلايا حتى يتفعل لازم أحدد خليتين أو أكثر حتى أدمجهم يعني ما يصر أدمج خلية واحدة فمثلا لو ردت أدمج هذا العنوان هذه الخليتين أدمجهم أخليهم ضمن عامود واحد شوفوا الآن اتفعل خيار دمج الخلايا مجرد ما أنقر عليه دمج الخلايا أصبحت خلية واحدة كذلك لو هذا العامود الصف كله دمجته صار عبارة عن خلية واحدة تقسيم الخلايا هي عكس عملية دمج الخلايا لو ردت أقسم هذه الخلية إلى أقسام يعني أقسمها إلى عمدة وصفوف أنقر على تقسيم الخلايا راح يقول لي إذا كنت تريد عدد العمدة أقول لها ممكن خمسة عدد الصفوف ممكن واحد أو ممكن اثنين حسب ما أنا أحتاج راح يقسم ليها إلى خمس أقسام وصف واحد هذا العامود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهذه الخلية ممكن أنا أيضا أقسمها مثلا عامود واحد أريدها بس عامود واحد وأقسمها صفين بهذا الشكل وهذه الأداة كلش مهمة تقسيم ودمج الخلايا دائما نستخدمها هس مثلا هذه ندمجها ونقسمها إلى عمود وصفين تقسيم جدول مثل ما واضح بالأيقونا أنه يفصل الجدول إلى جدولين مستقلين يعني هسا أنا واقف بهذه الخلية راح أقول له تقسيم جدول راح يقسم لي جدول يسوي جدول ثاني يختلف عن الجدول الأعلى كل واحد إلى خصائصة وشون هذا تقسيم جدول هسا راح ننجي على مجموعة مهمة وهي حجم الخلية اللي بيها أكثر من أداة أول أداة اللي هي دائما نستخدمها هي الاحتواء التلقائي الاحتواء التلقائي به ثلاث خيارات عندي أول واحد احتواء تلقائي للمحتويات وعندي احتواء تلقائي ضمن النافذة وعندي عرض ثابت للعمود احتواء تلقائي للمحتويات يعني معناته أنه الجدول يتخذ حجمه حسب محتويات اللي أنت تكتبها مثل ما راح نلاحظ بعد النقر عليها راح نشوف أنه حجم الجدول وحجم الخلايا تغير حسب المحتوى اللي داخل الخلية فرضا لو أنا كتبت مصطفى راح أشوف أنه عرض العامود بدأ يزيد حسب الكتابة اللي أنا كتبتها وإذا بدأت أمسح راح أيضا يصغر فهذا نسميه احتواء تلقائي للمحتويات وكذلك هنا لو كتبنا راح نشوف أنه عرض العامود يزيد أو يصغر حسب محتوى الخلية ككتابة الخيار الثاني هو احتواء تلقائي ضمن النافذة يعني حجم الجدول والخلايا يصير ضمن النافذة يعني ضمن الهامش الورقة لو نلاحظ مجرد ما نختاره راح يكبر الجدول إلى حدود الهوامش هاي الهوامش ما للصفح الخيار الثالث هو عرض ثابت للعامود يعني أنا هسا هذا الفرق بين العرض الثابت للعامود واحتواء التلقائي هو السآن هنا إذا كتبت أحمد علي مصطفى شوف الفرق خيار الاحتواء التلقائي للمحتويات يكبر الخلية حسب الكتابة بينما عرض ثابت للعامود إذا أنا أحتاج هذا العامود ما يكبر ولا يصغر يبقى ثابت بهذا الشكل إلا إذا أنا غيره يدويا شوفوا السهناء لو سويت احتواء تلقائي راح يزيد حجم الكتابة مثل ما تلاحظه فعندي ثلاث خيارات هي حسب استخدامك إما تلقائي للمحتويات أو تلقائي ضمن النافذة أو عرض ثابت للعامود هنا هاي الحقول هي حجم الخلية يعني ارتفاعها وعرضها مثلا هسا أنا هاي الخلية لو نلاحظ ارتفاعها واحد وثمانية واربعين سانتيم متلاحظون بدي زيد الارتفاع العرض كذلك متلاحظون هذا العرض هذا احنا نسمي عرض الخلية وارتفاعها يعني حجمها الخيار هذا تقسيم صفو تقسيم الأعمدة عادة نستخدمه لأنه هو شنو يوزع للأعمدة والصفو بشكل متساول يعني هذا العامود هو أعرض من هذا العامود وهذا يختلف كل عامود قياسه يختلف عن الثاني فإذا أردت أسويها كلها بنفس بالتساوي أو ضلماني باليد وأسويها أو أدخل قياسات مجرد ما أحددهم الأعمدة وقل لها تقسيم الأعمدة شو راح يسوي؟ راح يقسمها إلى أقسام متساوية حسب عرض الورقة وكذلك بالنسبة إلى الصفوف لو اللحظة عرضها مختلف أيضا نحددها ونقول لها تقسيم الصفوف راح يقسم ليها إلى أقسام متساوية حتى أنا أكبر الخلية وأصغرها ممكن مجرد الوقوف على الحد الفاصل بين خلية وخلية راح أشوف شكل المؤشر يتغير إذا هذا الشكل كان ما سهمين على اليمين وعليسار أنقر بالموزي الأيسر وأبدأ أحرك يسار أو يمين مثل ما ألاحظ أو ممكن من فائدة المصطرة من الأعلى لو لاحظ المصطرة أيضا ممكن إذا وقفت هنا ممكن أغير بالحدود حجم الخلية المجموعة المهمة الأخرى هي مجموعة المحاذات يعني معناته محاذات الكتابة مع الخلايا هسا لو نلاحظ عدنا هنا تسع مربعات كل مربع هو يعني معناته تفعيل محاذات الكتابة بالنسبة للخلية لو نلاحظ هنا هسا كلمة مدير راح نشوفها صايرة بالوسط لأعلى اللي هو هذا الخيار المفعل لو راح نجرب مربع مربع لو خلينا هنا الكتابة راح تصير بالأعلى على اليمين أعلى اليمين وهنا أعلى يساع وهنا لو قلنا يمين بالوسط وهنا بالوسط يعني بالسنتر ما للخلية لو نلاحظ هذا الخيار مهم ودائما نستخدمه أو على يسار أو أسفل يسار أسفل وسط أسفل يمين فهذه الخيارات بالنسبة لمحاذات النص حسب مكان الخلية نحس هذا الآتف خلي هنا أو أضللهم كلهم ونقلهم أريدها بالوسط صار في هذا الشكل اتجاه النص إذا كان عندي أعمدة كثيرة فهذا الخيار مفضل حتى نخليه بهذا الشكل ونصغر حجم الخلية بالنسبة للهوامش الخلية الهوامش وهي قلنا المسافة بالنسبة للهوامش الصفحة قلنا المسافة بين الكتابة وحفة الورقة أما بالنسبة للجداول الهوامش هي المسافة بين الكتابة وبين حفة الخلية يمين ويسار وأعلى وأسفل هس لو زيدناها من الأعلى خليناها 5-4 راح نشوف هاي المسافة هي لهذا نقصد بها الهوامش المسافة بين الكتابة وبين حد الخلية سواء علوي أو سفلي أو أيمن أو أيسر أحيانا نحتاج لنخلي مسافة بين خلية وخلية نروح على هوامش الخلايا راح نشوف أكو هنا خيار سماح بالتباعد بالتباعد بين الخلايا راح نفعله ونقول له أريد بين خلية وخلية مثلا نصف سانتين وقل له موافق شوفوا هذا الخيار أحيانا نحتاجه إذا عندي مثلا قصاصات ما الجلوس طلبه بممتحان حتى أطبعهن وأبدي أقصهن أخلي مسافة بين اسم واسم هذه خلالي مسافة بين خلية وخلية وممكن أخليها أقل يعني مليمين مثلا بهذا الشكل هاي نقصد بها السماح بالتباعد بين الخلايا إذا ألغيها يرجع الجدول طبيعي آخر مجموعة هي مجموعة البيانات اللي بيها أدوات مهمة مثلا الفرز لو أنا عندي مثل هذا الجدول وأريد أسوي الأسماء أسلسلهم أبجديا فخيار الفرز هو اللي يسلسلي الكلمات أبجديا سواء عربي أو إنجليزي الخطوة اللي أنا أسويها أنه أنا أضلل عمود الأسماء أروح على فرز أضغط على أداة فرز راح تفتح لي هاي القائمة فرز حسب النوع حسب شنو حسب عمود اثنين وعندي التصاعدي أو تنازلي إحنا دائما إذا تصاعدي يعني من أليف للياء وإذا تنازلي من الياء للأليف فنقول لها تصاعدي ونقول لها أوكي راح نشوف سوى تسلسل أحمد علي محمد يونس من الأليف إلى الياء عند الخيار الثاني هو تكرار صفوف الرؤوس هس أنا عندي هذا الجدول وفرضا عندي أسماء أخرى راح أضيفهم إذا لاحظ عبر للصفحة الثانية الجدول عبر للصفحة الثانية لكن العناوين اختفت يعني اللي هي التسلسل والإسم والمثلا العمر فتكرار الصفوف صفوف الرؤوس أنه أنا معناته هذا العنوان الجدول العناوين اللي فوق أكررها بكل صفحة إذا عندي أكثر من صفحة يمتد عليها الجدول فمجرد ما أنقر عليها راح ألاحظ شنو العناوين صارت بالصفحة الثانية مثبتة أو تتكرر لو صارت عندي أكثر من صفحة مثل ما تلاحظون راح يعبر للصفحة الثالثة والإسم يتكرر لأنه أنا فعله تكرار صفوف الرؤوس هذا الخيار لو لغيته راح يروح هذا العناوين أنه هذا مفضل أنه يكون مفعل حتى البيانات متى عليك أنه نعرف هذا شنو الرقم وهذا الاسم شنوه وهذا الرقم مثلا هنا يخص العمر تحويل إلى نص أنه هذا الجدول أنا أحوله نص عكس الطريقة الأولى اللي استخدمناها نص نحوله إلى جدول مثل ما نلاحظ راح يقول تحول الجدول إلى نص حسب علامة الجدولة أو الفقرات أو الفاصلة نحن راح نستخدم الجدولة حول لي الجدول إلى نصوص آخر أداة هي الصيغة لها تفيدني أنه أنا أحسب يعني ضمن الجدول أسوي عمليات حسابية جمع أو معدل أو عمليات حسابية عد مثل ما موجد بالأكسل فمثلا أنا عندي هذا الجدول وعندي روائرات بكل واحد وأريد أطلع هنا الإجمالي بهذه الخلية راح أروح أوقف بهذه الخلية وأروح على صيغة راح يقول لي شنو تريد تجمع نا سام يقول لي أبوغ يعني تجمع اللي أعلاها هو يتنبأها أقول له موافق فجمع لي هاي القيم ولو غيرت سويتها مثلا 400 راح نلاحظ ما هي تغيير المجموع إلا أنا أنقر عليه ورايت كليك وقل له تحديث الحقل راح يغير المجموع وهذه العملية هي طبعا خاصة بالأكسل الأفضل لكن ممكن إذا عندك جدول بسيط تقدر تستخدم تستفاد من هذه السيغة إذا ردنا نسوي هنا إجمالي الرواتب ممكن ندمج أكثر من خلية مثل ما تعلمنا نحددها نقول ندمج خلايا ونقول مجموع الرواتب هذا كل ما بيخص تخطيط أو تصميم الجدول إذا أنا أريد أضيف عامود ممكن إذا وقفت على هذا الحد بالأعلى راح نشوف يظهر لي زائد راح أضيف عامود بين هذا العامود وهذا العامود وكذلك إذا وقفت هنا راح يضيف لي عامود بين أتهم وإيضا لو وقفت بين صف وصف بهذا الشكل يظهر لي هذا الزائد معناته يضيف صف هاي للطريقة السريعة وإذا ردت أضيف أكثر من عامود بمرة وحدة أحدد أكثر من عامود أقول لإدراج أعمدة إلى اليسار أو إلى اليمين راح يضيف لي ثلاث أعمدة بقدر عدد الأعمدة اللي أنا أحددتها يعني حسب ما أنا أحدد هسا هنا أحددت أربعة إذا أقول لإدراج أعمدة إلى اليمين راح أضيف أربعة حتى أكتب بالجدول أنا مجرد ما أخلي المؤشر وأكتب بهذا الشكل حتى أتنقلي أما بالموس أتنقل أو بالأسهم بالكيبورد اللي هي أسفل وأعلى ويمين ويسار نتنقل بالكتابة أو ممكن بزر التاب فيما نلاحظ التاب راح يتحرك من اليمين لليسار حسب اتجاه الجدول راح يتحرك من اليمين لليسار هذا بالتاب وإذا ردنا يتحرك بالتاب من اليسار لليمين عكس الحركة يعني فنضغط مع التاب نضغط shift shift مع التاب فيما نلاحظ هنا راح يتحرك من اليسار لليمين عكس تجاه الحركة إذا ردت أحذف محتويات الكتابة بداخل الجدول فأنا أضللها وأضغط إذا ضغطت على زر box space راح نشوف ما راح يمسح الكتابة راح يمسح الصفوف أو الأعمدة فحتى أمسح الكتابة أنا أضللها بهذا الشكل وأنقر على زر delete من الكيبورد راح يبقى الجدول بس تروح عندي الكتاب من الأمور المهمة بالجدول هو التسلسل لو أنا عندي قوائم أردت سلسلها أو صورة صحيحة فإحنا الأغلبية يسلسلون بالطريقة اليدوية يعني خلي هنا رقم واحد ينزل يكتب اثنين أو ثلاثة أو أربعة هاي الطريقة يعني صراحة طريقة غير مجدية وطريقة سيئة جدا لسبب أنه مثلا أنا ضفت السهنة ضفت صف بيناتهم ما راح يغير لي الترقيم مجرد أنا لازم أسوي أكتب ثلاثة وهاي أرجع أصححها همسح وأكتب أربعة وهاي أسويها خمسة فالترقيم اليدوي يعني بالجدول ما محبب يفضل أنه الرقم ترقيم أوتوماتيكي أو الكتروني فطريقة الترقيم أنه أنا حتى أسلسل الأرقام راح أضلل الخلايا وأروح للصفحة الرئيسية مثل ما شرحنا سابقا وأروح على الترقيم التلقائي وأختار الصيغة اللي أنا أرقم بها اللي في باقة أو أرقام مثلا هاي الصيغة واحد اثنين ثلاثة راح نشوف رقم لي بهذا الشكل الحلو بهذا الترقيم أنه أنا لو أجيت هنا ومساحت هذا الصف أقول لها حذف خلايا أحذف لي الصف بأكمله راح نشوف أنه حذف الصف والتسلسل صار يعني أوتوماتيكيا هو يسلسل ولو ضفت هنا صف أضاف لي الصف فارغ ولكن التسلسل سوى تسلسل أوتوماتيك هذه فائدة التسلسل أو الترقيم التلقائي بالجداول وفائدة الترقيم التلقائي أيضا أنه أنا ممكن إذا وصلت هنا وضغطت على زر التاب زر التاب راح يتنقل يفتح لي الصف جديد مثل ما نلاحظ هذا بالتاب نتنقل لو نلاحظ أنه يسلسل لي أوتوماتيكيا الأرقام أوتوماتيكي يسلسلها في هذا الشكل مثل ما واضحتكم هذا تقريبا كل ما بخص موضوع الجداول ترجمة نانسي قنقر